من أجل توعية السكان بنشر السلام والعيش المشترك فقد قام والي ولاي اللقون الغربي إبراهيم ابن عمر محمد صالح بزيارة إلى مقاطعة الدوجة لتقديم رسالة السلام وحماية البيئة للسكان المحافظ لمحافظة الدوجة عمر علي أثمان قدم الشكر والعرفان والي ولاية والوفد المرافق له مشيرا إلى الصعوبات التي تواجه سكان المقاطعة في الطرقات العامة والتعاليم والصحة وكذا المياه الصالحة للشرب حاكم ولاي اللقون الغربي إبراهيم ابن عمر محمد صالح عشاد إلى ضرورة احترام المتبادل والحفاظ على حماية البيئة ونشر السلام والعيش المشترك بين المواطنين مؤكدا حكومة الجمهورية الخامسة على رأسها رئيس الجمهورية رأس الدولة محمد إدريس ديبيتنو تولي احتماما في عمن السكان وممتلكاتهم من ناحيتهم رؤساء القبائل والجمئيات المدنية والشيوقة التقليدية عبروا أن شكرهم للسلطات الأولية في البلاد على جهودهم في نشر السلام والتعايش السلمي بين المواطنين